موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء ينبغي أن نستحذر على مائدة البحث إننا نخوض غمار الحديث عن المرأة بما لها من خصوصية خاصة على مر تاريخ الإنسانية فهي بين كونها الكائن الذي يراه الرجل دون مستواه بما تفرضه عليه الآن الذكورية من شعور بالفوقية فساد بها المجتمعات السكانية وبين كونها الكائن الذي لا يمكن الاستغناء عنه مهما أوتي الرجل من صفات ذكورية انسجمت مع ما تفرضه الحياة من قساوة وخشونة والمرأة بما تفرضه عليها الأنى الأنوثية من الالتجاء للسكن والانجذاب للدعة والانسجام مع الأرقة أن كونت لديها حالة من الضعف والاستكانة دفعت بها لأن تكون المستهدف في أطماع كثير من الأرجال فنشأت في جو لا تجد فيه إلا العنف والاضطهاد والاستغلال على مر التأريخ وإن اختلفت هذه المظاهر الحياتية على الأرض بين مكان وآخر والمرأة في نفس الوقت وفي كثير من المجتمعات وتعدد الثقافات كانت ولا تزال الصياط الذي أراض الكثير من الرجال بما تفرضه الحاجة الذكورية عليهم من سلطان فكانت الحاكم الذي لا يرد له أمر والمالك الذي يتودد إليه المحتاج ويتذلل إليه المغرم فإن أعطى قوبل بالثناء والمديح وإن استعصى فلا ينال منه إلا برضاه ولا يرضى حتى ينال ما يريد وفيما تريد المرأة هلكت أمم وضاعت ملل وهدمت أركان كما كان في أمر قطام بنت الأخضر بن شجنة من بني تيم الرباب التي قتل أمير المؤمنين علي عليه السلام أباها وأخاها بن نهروان وكانت من أجمل نساء زمانها فلما رآها عبد الرحمن بن ملجم شغف بها واشتد إعجابه فخبر خبرها فخطبها فقالت له ما الذي تسمي لي من الصداق فقال لها احتكمي ما بدى لك فقالت أنا محتكمة عليك ثلاثة آلاف درهم ووصيفا وخادما وقتل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لها لك جميع ما سألتي والمرأة لن تكون الأمومة إلا بها والزوجية إلا معها والنسل إلا منها وهي مع هذا وذاك جلست على العرش وتقلدت التاج والصولجان وحكمت البلاد وساست العباد كبلقيس السبائية وزنوبي التدمرية وغيرهن من النساء إلا أننا هنا نتحدث عن امرأة بما لها من خصوصية المرأة إلا أنها ليست كبقية نساء الدنيا منذ أن وطعتها قدم بني آدم وإلى يوم انقضائها إنها امرأة حازت من الفضائل في عالمها أفضلها ومن الخيرات أخيرها ومن السيادات أسيدها امرأة لبست التاج في الدنيا والآخرة فانفردت بذاك عن بني جنسها فمن منهن قد جمعت فيها الأضداد فنالت بها الأمجاد التي فشل فيها صناديد الرجال وتقحقر فيها الأبطال حينما تعرضوا لهم الدنيا فيجلسون على عروشها لينالون بسلطانها تيجان العزة في آجالها نعم إنها خديجة أم المؤمنين وقرة عين سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وجدة الحسن والحسين عليهما السلام فأنا للزمان أن يأتي بمثل خديجة عليه السلام ترجمة نانسي قنقر